الهناجر ده كان نقطة تحول على مقاظم لكل الناس اللي مهتمة بالمسرح في مصنوبة تحول حقيقية المعالي في حسبالنا وسيدة الأستاذة الدكتورة ودواصف هي أم هزا الجيل واللي ما ينكر أفضلها علينا واحد واحد يبقى مش تمام عملت اللعب في الدماغ ومعالي الوزير فاروق حسني اللي احنا قعدنا وقتها تطولنا أحيانا وشطينا أحيانا واتهمنا وعملنا وفي الآخر الراجل لمشي لو أي حد كان نوجيه له أي اتهم ما كان نحن كان لدينا صوت في دار القطرة في المصرح الكبير والمصرح المفتوح لا لا حاجات كثيرة جدا يعني ده فهو والسيدة العظيمة الدكتور عودة وصل دي يعني أنا طبعا دي دي أمي بغد في في دي طردتلي ثلاث مرات عشان أنا مشاغب ومتقابرة وبتاع وترجعني تاني عشان أنا موهوب ولان أنت هي مؤمنة بالموهبة بتاعتي هي مؤمنة للدرجات دي انت فاهم؟ انت عملت اللعبة في الدماغ كان عندك كم سالة؟ كان عنده أربعين دي كانت تأديف وإخراج في الأربعين؟ انت مصلت أربعين ولا لسه؟ أنا أصبح أربعين وكسور الأربعين بقى أنا كانت بالنسبان لك هتعدي مشكيات أنت أربعين؟ بس في حياتك أنت كي يوسف كنت بحقق نفسك كنت مزيع ناجع أو بنحابك الحمد لله الأربعين؟ لا الأربعين أنا كنت يعرفوني 500 واحد تتفرجوا عليها في الهناجر بس مخلصين بس في الحركة المصرحية المصرية أيها ماشي خلت صواهي معروض جادة خمس تلاف؟ يعني أنا هقولك زميلي العزيز عبدالله صبري مشروع تخرجه كان اللعبة في الدماغ ده على سبيل المثال تمام بس أنا مشروح لك أن أنا في اللفعين دي ما كانش معايا الفلوس أن أنا لو دخلت أجاوز حتى أجيب متقال؟ ماشي ما بقاش فيه بقى ورقة 100 دولار خلاص لا أبقى خلاص بقى أبو طبعا أبويا قاعد يعني طول وقت مجمي بس أنت بقى عندك يعني بعد ما قسرت العشرينيات يعني منتش عارف نأتخل من أبوك فلوس فبتروح بقى فهم يعني لازم هو يزن عليك أشديك فلوس لأنه فمرحلة الاربعين دي كانت مرحلة وانا بقى كنت واصل مع كل حاجة الحفة الحدية الحتة دي هي دي اللي أنا جالي في وقتها عبيان وقبلته كنت وصلت مع الحياة ومع الدنيا كلها لكده يعني أنا الحياة هي والموت أهو ولا يفرق معين وم كرامتي بقى وحياتي أنا يعني أموت أو أعيش بس أعيش بكرامة أو أموت بكرامة بس أنا مش هبقى مزلول لاقي حاجة ولاقي حد فأنا الحياة كده بتفعصني وأنا مش هسكت وقوة فهتم أربعين طيب هيا بكون حاجة بقى فيه أنا هكتب المصرحية اللي هتعبر عن كل أفكار إن شاء الله تحبس بعدها أو تتمنع وحط اللي أخرجها وهعمل كلمات الأجاني وهلحنها حتى لو أنا بنجدها في الممتاع هعملها وحضرب المسلين وحقود الفرقة وحربوا ده بالطيار كمان الصاعد بتاع إنه ده إحنا عوزعنا بيانات عشرين مارس للتغيير جوه المصرح وبتاع كنت واللي هوا فقدامي هو حر يعني يعني لازم تقف قدامي لو أنا غلطان بس أنا مش حاسي أنا غلطان مش عاش تقف قدامي ده أم بيلا بتجري وقابل بقى يعني مش تقفني مش تقفت حتى أي زر طبعا بمساعدة واحد واحد من فرقة الحركة المصلحية اللي وقفوا معايا في الوقت ده واللي وقفوا مع العرض بتعلامي في الدماء الجميع الجميع يعني كل موجود على الإنترنت العرض بتعلامي في الدماء أجزاء منه بتاع طبعا الدكتورة هو ده وصفي طبعا رقباء الجم وتعطفوا مع الحكاية رغم أنه عارفين. قل لك وأجرينا عن اللوف الإخل متقاقي ده زي ما تجي تيجي توخاقي والحس ده كل ده الناس اللي كانت الزمائل في مركز الدراستات الأشتراكية كل الوقت ده كل الناس اللي خدمت فيه وإحنا عملناها بصدق جدا وبعدها بدأ الانتراك فأنا كنت في التطبيLS ده جايز لأجي حاجة يعني tube بس المهم إننا أطلع من الأم اللي أنا فيه، فلهمت إزاي؟ وده عمل النجاح الجامع الحمد لله، ووراه على طول جالي يا عقوبين، فدخلته من المنطلق ده، آه خلاص أنا معديش وقت أنا كنت، أنا نموت لتخطط الاستراتيجية الطويلة. يعني أنا كنت أحياناً بره واحدة عرفتها فقابلتها بعد عشر سنين وبقينا قريبين يعني. فقالت لي 18 سنين كنت بتعمل إيه؟ بطلع ما أقدر الموقف بقيم هي جامدة جنتاً وكل الناس اللي بتيجوا تقرب يعني فقالت لي بطلع عشر سنين يعني كده ما هتيجي هتيجي. بس أنا مستني كان الفرصة المناسبة اللي هي تسقط الفاكهة في السلام. طبعاً الكلام ده قبل ما خشي الإيمان وأتجوز الحمد لله. اللهم قوي إيمان. هل كده أنا جوابتك قدرت نقل لك صورة أنا كنت أعمل إزاي؟ ده كان يعني كنت لازم أخرج الحضانة بتاعتي في الوقت ده كله اللي بتحميني هي إن نحس إن أنا جوا مكان عارف أتعلم منه وين الخبرات وتتلقل الخبرات من زمالي من نجيب ناس تعلمنا. ده تحقق في الوقت ده بقى اللي تخليجي إزاي أنت غنيته في المشوار ده تعلمت. حسيت إن الفنان لازم يكون الممثل ده لازم يكون بيعرف يغني ويروس. ويعنيت لو عازف قاله. مش مو ما ينزف أم انتقان قوي. هو المسرح كده. المسرح كده. والمسرح اللي إحنا كنا بنقدمه أنا كان عندي إيه؟ كان عندي نصوص بتكسب جواز. ماكسب على طول بيها الحمد لله. ولغاية النهاردة أنا في قرارة نفسي إنه لو مكتش يعني كانوا بيقولوا علي مخرج كويس. المسرح بالذات. بس أنا رأيي إن أنا كان مخرج مع المؤلف. يعني أنا كان المؤلف المخرج مع بعض. مع الحدي. وانه بدأت رأس تساني إيه؟ مصح كان قريب مني لأنه كان تجربة في التانية على طول بتشتغل. هم حاجة بقى فيه ودي آخر نقطة إنه أنا معنديش حاجة غير نص كويس. وممثلين مستقتلين. مش مهم إن إحنا كويسين. أنا وجهة نظري في نفسي إن أنا ممثل كويس دي. ما قلتاش قبل ما عندي خمسة واربعين سنة. يعني أنا كنت متعمع نفسي على إني مكتهد. هم. أنا بقول كلام ده مش عشان الله خالت قديه متواضع. لا ممكن إبقالت برضو قديه متواضع على غاب برضو. لأنه أنا لو عارف إنه هو ده اللي في الآخر. اللي هتكسبه وهتحقق نفسك بيه. وهتكسب بيه لتخرج من الأمو. مش تكسب بيه. لا تكسب بيه نفسك. فالقرار بتاع أنا أمثل ده وأركز فيه خدته مع جماهية. يعني لما الناس كلها بتقولي. يا عمي ما تمثل ده أنت تختص الوقت. أنت كويس في الحاجات التانية بس أنت مسيلا. كل دي كانت مناقشات جوة خالد الصاوي بتفاعلاتها برفض بعضها وقبول البعض الآخر. بجوية وبراية. مناقشات جوية وبراية. لحد سن 45. لحد 45. يعني لما عملت عمارة يا عقبيان أنا ما كنتش عارف إن أنا جامد قوي. مثلا. ما كنتش بس لنفسي كده. أنا كنت بس لنفسي إن أنا اكتهبت. بس. أنا النهار ده برضو. بس دي هي من الحاجات اللي أنا دايما بأتكى عليها. إن أنا ما بأسمعش لنفسي بمغازلة نفسي دي. يعني ممكن مرة كل قدي. طب ليه قلت أنا 45. وبعده عمرت يا عقبيان أنا جامد قوي. جامد قوي ده كان رأي النقاد ولا رأي خالد ولا رأي جملي. التومنت دي جامد ما بيتش باشي. لا ما أنا فهم مش مختال يعني لكن. إزاي وصلت للقناعة دي إزاي. إيه اللي أقنعك إن إنت جامد. لا ما أنا قلت لأ ما أنا لازم بقى شوية واقع موضوعي. مش كله ذاتي ذاتي. يعني مش كله أفكارك مع نفسك عن نفسك في نفسك بنفسك. لا لازم أنا بعد كده أنا قلت جامعاً عملت الفقرة بتاعتي. إيه رأيكم؟ فيوسف قال لا أنت هتنفع بموصل طبعاً جداً. فالأستاذة والأستاذة قالوا لا أنت كنت بتتخرج بقى. خليك في الإخراج. يعني ده أبدأ أسمعه. مش مهم إن أنا نفزه بس أسمعه. فبقيت تستمع للناس. أنا بحب قوي الديوان إن أنا أبتلع عيد أهلي عشان أكتبه ده. 15 نفر أروه. لو ديوان جامد قوي كان أنا حيطرع من الأول. ما هو الناس بتتجي تتصرج عليها كانت في مصلحية. ونبقى خمسين واحد في أول مشاهدة بعد كيبه خمس ثلاثة. الكتاب كان يبقى خمسين وبعد كيبه خمسة عشر. أو خمس عشر. يبقى مش ده. انت في أنت قصدي. فهمت. يعني فكرة إنه إنه خلصت كل الأعظار. ومش خلصتها كلام خلصتها بالفعل. يعني جربت تطبع الكتاب على العسابي. وجربت ووزعه بإيدي. وجربت تعمل له ردوة. وجربت وبقى كل ده تعمل. أنا ما خزلتش نفسي. وأنا عصد. أرى خزلتها بقى. أنا.